من خطيئة أبيها ليش ولا تزيل وازرة النزرة أخرى ويحبزوا في الجحيم وهم ما فعلوا شيئا وإنما فعل أبوهم ما هذا ثالثا ما عند الله سبحانه وتعالى وسيلة لتطهير العباد إلا صلب ولدها المزعوم هذا ما يمكن يعني توبة ما في توبة ما في غفران ذنوب الله ما يغفر الذنوب إلا بالطريقة هذه ثم يعني كيف الواحد فينا ما يرضى أن ولده يعذب ويهان هذه الإهانة وهم يقولون بزعمهم إن الرب سمح بهذا لفداء للبشرية طيب يقولون عيسى رضي شوف الفلسفة عيسى رضي بأن يهان ويصلب ويذل ويبصق في وجه ويقتل طيب إذا كنتم تقولون رضي فأنتم في إنجيل متى عندكم أن المسيح لما وضع على الصليب صرخ إيلي إيلي لما شبقتني يعني إلهي إلهي لماذا تركتني طيب لو كان راضي كما قال إلهي إلهي لماذا تركتني كان مستسلم ولذلك ذهب بعض باحثيهم الكبار مثل صاموئيل ماروس في عام 1778 ميلادي بعد دراسة موسعة إلى أن هذه الاستغاثة من المسيح تدل على أن المسيح لم يخطر ببالي أنه سيصل خلافا لما تقولون أن أجيل يعني هذا هو فهم استنبط كهكذا من النص ثم الآن نقول اليهود صلبوه برضاه ولا بغير رضاه إذا كان برضاه فيشكرون على تحقيق مراده وإذا كان بغير رضاه غلبوه إذن صالهم الإله هم الأقوى ولذلك قال القد ناظم عجما للمسيح بين النصارى وإلى أي والد نسبوه أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه فإن كان ما يقولون حقا فسلوهم أين كان أبوه فإن كان راضيا بأذاهم فاشكروهم لأجل ما صنعوه لأنهم فعلوا مراد الرب وإن كان ساخطا بأذاهم فاعبدوهم لأنهم غلبوه ولذلك اتفق النصارى على أن اليهود أخذوه ساقوه ذليلا مقهورا وحملوا عن خشبة وصلبوا بسقوا في وجه ضربوه وطعنوا بالحرب حتى مات ويقولون في عقيدتهم ثم دفنه وأقام تحت التراب ثلاثة أيام ثم قام من قبره وصعد إلى السماء سبحان الله العظيم من كان يدبر العالم في هذه الأيام الثلاثة لما كان ميتا في قبره يقولون مات ثم قام من الموت فهل السماء تمسك بدون رب العزة يقولون هذا هو الأب الأب يمسك السماء لكن عندهم طائفة تقول مسيح هو الله وعندهم طائفة تقول مسيح ابن الله وعندهم طائفة تقول مسيح ثالث ثلاثة ولذلك قال الناظم أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فما هذا الإله وهل لرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فقوتهم إذن أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما ثرى تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من إله يديرها وقد شدت يداه وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف أطاقت الأخشاب حمل إله الحق مشدودا قفاه وكيف دن الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه وأذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حين قد صفعوا وقفاه وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحي له رب سواه هو من نفسه أحيا نفسه يعني كيف يعني ميت أحيا نفسه ولا في أحد أحيا وإذا كان الذي أحيا في من أحيا فإذا هو الله وهذا مخلوق لأن الخالق هو الذي يحيي المخلوق والخالق لا يمكن أن يحيي خالق كيف يعني خالقه مخلوق مع أننا في عقدتنا أصلا وما قتل صلى الله عليه وسلم طبعا ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك بولغات هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه فيا عبد المسيح أفق فهذه بدايته وهذا منتهاه يعني طيب الآن هم يكونوا صلب على ماذا المسيح الخشبة خشبة هذه الخشبة العام متعامدين هذه الخشبتين هذه الآن صارت الخير والبركة وبها يشفى المرضى ويعمد وتمسع وتأخذ تذكار وتعلق على القلب ويحفظ في النوم وتطلد الشياطين هذه الخشبة اللي صلب عليها المسيح الآن كانت تؤلمه ولا كان مرتاح عليها الأصل لكها تؤلمه طبعا فكيف شيء يؤلم إلهكم أنتم جعلتموه الآن محبوبا وتلآن تمسحوا به تمسحوا به وتتبركوا به ولذلك لما جاء واحد من هؤلاء النصارى الضلال يعني قسيس يدعو قرية فيها مسلمين فواحد من الفلاحين المسلمين قال يا أنت يعني يا أبونا يعني بزعمي الآن سيدنا المسيح لما انصلب على الخشبة فكانت الخشبة بتوجعوا ولا كان مرتاح عليها قالوا لا كانت توجعوا قالوا طيب والإحمارة اللي ركب عليها سيدنا المسيح من القدس للناصرة كان مرتاح عليها ولا تعبان عليها قالوا لا كان مرتاح عليها قالوا طيب ليش ما نعبد ونتمسح ونتبرك بالإحمارة بدلا من هذا الصليب اللي كان يوجعه يعني هو المفرض يكون هذا الصليب الرمز لللعنة وليس الرمز للرحمة هم يقولون هذا لأنه مس جسد المسيح صار بركة نقول طيب هذا مس جسد المسيح إيش دخل الصلبان الأخرى يعني لمس جسد المسيح صليب معين ليش الآن كل الجلد والبلاستيك والأخشاب والأشياء الأخرى اللي اتخذتموها ومن ذهب ومن فضة ومن ألماس هذه كلها مست جسد المسيح طيب إذا خرافة سكوك الغفران كيف سك يغفر لمشتريه جميع ذنوبه ويجي روح الكنيسة ويدفع مبلغ وياخذ سك وبعيلة ما صار كان فيه بيع سكوك في الجنة سكوك وتاخذ أمتار على حسب الفلوس والفقير إيش له يا شيخ محمد طيب خلاص مسكين هذا يجلس ما دون مغفرة حتى يدبر نفسه ولذلك كان رجال الكنيسة يبيعون سكوك الغفران وقطع في الجنة بأوراق تسجيل رسمية هذا مثبوت تاريخيا وذاك في واحد يهودي يعني خبيث عنده جاء إلى هؤلاء رجال الكنيسة وقال أنا أبغى أشتري جهنم قالوا ماذا؟ قال أنا أبغى أشتري جهنم فاستغربوا فبدل لهم مالا وطبعا هم أصلا يحبون المال أخذوا الفلوس قالوا جهنم كلها أعطوا سك على جهنم كلها ولما أخذ السك بعد ذلك خرج على النصارى وجمعهم في البلد قال يا جماعة أنا الآن شريت جهنم هذا السك كلها تبعي وأنا أني أعطيكم بشارة أنا سكرت جهنم ما في أحد يخش خلاص اعملوا ما شئتم لا أخوف عن عليكم خلاص الناس بطلت لوح تشتري سكوك في الجنة لأنه ما عندهم خافوا ما عندهم فشافوا هؤلاء اللي في الكنيسة أنه ما في زباين إيش القضية اليهودي فراحوا لليهودي فوضوا على إعادة شراء جهنم فرفض حتى باعهم إياها بأغلى الأثمان هذه مسخرة إيش سكوك الغفران طبعا كل ما اكتشفوا ظهرت بضعة سكوك الغفران في المجمع الثاني عشر منعقد في روما سنة 1215 قرى فيه أن الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء واستشهدت الكنيسة لهذا المعتقد بعدد من النصوص منها أن المسيح قال لتلاميذه من غفرتم للناس خطايا تغفروا له ومن أمسكتم خطايا أمسكت كما فيه يوحنة ولما كانت الكنيسة تعتبر نفسها وارثة فقد أخذت هذا السلطان يعني سبحان الله يا شخص محمد وانتوا تذكرون هذا الكلام تبادر إلى ذهن قال رسول صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله على أرضه يعني العلل هذا من الأقوال المحرفة عن المسيح عليه الصلاة والسلام وليس أن الإنسان عنده مقدر أن يغفر لأحد وإنما كما إذا كانوا من الصالحين الطلاب فربما يكون كما قال رسول صلى الله عليه وسلم من الصحرات أنتم شهداء الله على أرضه ليس أنهم يدخلوهم للجنة ويخرجوهم إلى النار فواصل هذا محرف محرف ولا لا أحد يملك أن يغفر الذنوب إلا الله عز وجل وإيش قضية العشاء الرباني كيف يعني يعني هؤلاء يقولون إن المسيح لما اجتمع بمن معه أعطاهم الخبز وقال هذا لحمي فاكلوا أعطاهم الخمر وقال لهم هذا الدمي فاشربوا كيف يعني الخبز لحم والدم واشربوا ويسمون هذا العشاء الرباني ويجتمعون ولهم عيد فيه ويأكلون خبز ويشربون الخمر ليقولوا إنهم أكلوا لحم ربهم وشربوا دمهم طيب اليهود المشركين في الجاهلية المشركون في الجاهلية ماذا كانوا يعملون الواحد يصنع إلها من تمر فيعبدوه فإذا جع أكل منه فإذا سبحان الله شوف الباطل الآن نقول لهذا الباب تقول إن العقيدة النصي المسيحية قائمة على العقل والمنطق والإسلام ما يقوم على القيم يعني ولذلك من قيم رحمه الله قال ولقد نظرت بعد بعض علماء النصي